شكراً لكم وعادة ما يقول الأباء والأمهات لأبنائهم شيئاً عن السنة التي ولدوا فيها لأن وعي الإنسان بحياته يأتي متأخراً قليلاً سنوات بعد الولادة ذلك العام الذي ولدت فيه هل طول لك شيء عما كان يعجلي في حينها؟ هل هناك من حدث مهم؟ أجل أشتركه بسنة الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم و الله على سبيل المفيد والأخواني وحدي لأنه كانت هذه أحداث سبقت ميلادها للعبد المسكين وذي أثنى ذاه لكن نشأتي في أسرة أمية أبي رجل الرحمة الله كان رجل أمي لأفناء والأبو كذلك أمية فالأميون يومئذن والآن ودائماً قليلاً ما يكون على طريق المجري في العالم بل مجري حولهم ياسي أنه كانوا يعيشون كأهو الحلو يومئذن منذ في انتين وثماثين سنة بتأخذ ذي إذا كانوا يعيشون حتى عكمين بغاغس حتى حكمين جبار سيكونوا يأتي حتى حكمين جبرج يخلق الأنفاس ويتركوا للناس لي تنفساً ولي يتركوا لهم مهلة لكي يتأملوا في حالهم وحال العالم لحولهم فإذا لم يخبرني الوارد رحمه الله وأخبرتني أمي عن سئة حتى تلك سنة إلا أنه جاءوا بوارد فرحوا به فرح الحمد لله لأسيما أن الوارد رحمه الله كان يومئذن عدمي كان في الخمسين من عمره نعم وتزوى يطول هذا أو أحكي لا تحكي أو أحكي يعني أنت أنت لم تكن ذكر أبيك لا 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 تزوجه متأخراً لا لم تأخراً بماذا؟ لحدث كان حياتي وقعها قبل الميلادي وأننا نحن ننتمي إلى أسرة تسمعت به بلغة إشلحة هذه الأسرة كان لها ماضي مجيد ونجد في أوراقنا ما وفي ما بقية وعلى نكبات لأنه أصبنا أصب إجدادنا بنكبات متتالية من جدراء من جدراء الانسيرابات التي كانت في المغربي أصب إجدادنا ما بقية إجدادنا من أوراق أخبرنا بأن الأيتبئي هؤلاء كان لهم رجل فرد ما نفرد في إجداد وإلا في ذلك إجداد في تلك المجتمعين يسمى عبد الله عبد الله أبيه بشرحة بشرحة هذا عبد الله أبيه كان تلوصة وكان ينتمي إلى الدور العلوية كان أحد قوات الدور العلوية وكان له صيت وكانت له مكانة وكانت له فراسة وكان رجل صالح على ما حكوا لنا والله ألم هذا الرجل بقي في حكم سنوات طويلة ومتد حكمه في جنوب المغرب حتى شمل ثنتي عشرة قبلة فخاف الحكام أن يقوم بخومته وبثوابه بثوابه فرصابوا له وأنتهى الأمر إلى أن بقي هذا الإكرار وهذا الظلم وهذا العتو على هذه الأسرة لا أصدعت به انتبتاً حتى زمان واده رحمه الله في زمان واده كان القائد المسمي كبيرة وقبيلة الحاكم القبيلة قائد 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 كان القائد الجنوي أن يقتله لماذا؟ للضحائر والكراية التي أولفت منذ الزنا كان وكانه صديق قريب للحاكم فأوعى أن يفر أن يخرج من البلد فخرج وكان من أسباب كراه يقبله أنه كان فارس القبيلة كان فارساً فارساً كان فرساً ولا يكون الفرساً إلا للفوتين ففر عارباً من بلده والدحق بالعسكر الفرنسي وانتظم في الفرنسي وكان في الخيالة وشارك في الحرب العربية الأولى مشاركة فعالة لا أصير في ذكرها ثم عندما تهت الحرب اجرز عائل المغربي وقتل ساكنا في مراكل حيث أولدت أنا فذوز بنت أحدا من بناتي عرومته فأولدت أنا في تلك السنة المباركة سنة 1370 بالتاريخ القارب التاريخ التاريخ الآخر يعني أنتم أصلكم من جنوب المغرب من جنوب المغرب لكن أنت قلت في مراكش نعم ونشأت فيها نجعت فيها وفيها تعلمت وفيها قرأت غير أن كما تثق يمكن أن تقلت يمكن أن تكتب في الإسلام الاطفان أنه في حلتي الجديدة وفي طبعتها الأميقة الجميلة كاتبت أنك إدريسي نعم أنا قرأت أنك إدريسي إدريسي قالوا بأن أنت برباريون إدريسي تكتبني الملكي أنا برهون برباريون إدريسي شريفون فإنك تدعي الانتساب إلى إدريس هذا يزدل على إدريس الأكبر ثم بعد ذاو إدريس الأصغر هؤلاء خص الإدريس الأكبر فروا من وقعة تسمى وقعة فخ وقعة فخ كانت مكبة لآل البيت وفخ هذه قرية قولة مكة مكة مكرمة ففروا بعد وقعة فخ كان منهم إدريس وكان أخوه إحياء وكان أخوه إبراهيم فكانوا يسامون الدولة العباسية العباسيين في الزعنة إذا كانت حكومة القائمة أكثر أول ففر إدريس إلى المغربي وكانت لكلهم هما سلالة وذرية فإذا إدريس زائل المغرب المغرب يوم إذن كانت في قبية اسمه أوروبا هذا بربر بربرية سلح سلح كلمة بربر هذه يقف عندها بعضنا يقول بربر هذه تشبه بربروس بربر في لغة الإسلامية يعني متوحش ما الأفضل سلح سلح أو مازيغي أو مازيغي مازيغي لأنه أصبح الناس من برابر آخر من متوحش لا البرابر ولا هم باض ولا هم حاضر ولا هم آداد ولا هم إلى آخره فتزوج من إمرأة أمليوية نعم من ابناء عموتي فهئت على قبري والوالد في السنين لتقدمتي والأم في مراكف ومسيحة وهي بربرية فوردت في هذه الأسع بريف النشأة ذكرت لي أن والديك رحمهم الله كان أميين إذن من الذي أثر عليك من الناحية العلمية الثقافية كيف حصلت المؤثرات هذه آتي خطفة خطفة كانت المؤثر